بعد حقل الشاعر للنفط والغاز في محافظة حمص وسط سوريا استولى اليوم مقاتلو تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على حقل جحار للغاز بعد معارك مع القوات النظامية ويسيطر هؤلاء المقاتلون على ثلث الأراضي السورية وأيضا على مناطق كبيرة من العراق وأعلنوا دولتهم التي أطلقوا عليها اسم الخلافة الإسلامية هذا وما تزال المعارك مستمرة في مدينة كوباني عين العرب منذ أكثر من شهر بين المتشددين الذين يريدون سيطرة عليها والسكان الأكراد الذين انضم إليهم عناصر البشمرق العراقيون وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن التحالف الدولي شن أربع غارات على محيط المدينة